بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد توقفنا أبنائي عند الحديث عن مراعاة النظير بين ثلاث كلمات يعني نأتي بثلاث كلمات في الفقرة والآن نبدأ مع صورة أخرى من الصور التي يكون معها مراعاة النظير الجمع بين أربعة أمور متناسبة يعني نأتي في الجملة بأربعة أمور أي بأربعة كلمات بينها نوع من التناسب مثال ذلك ما قيل في الوزير المهلبي إنك أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو محمدي الخلق ما الذي جزب ذهنك أيها الطالب في هذه العبارة الجميلة أخلاق ذلك الوزير إسماعيلي الوعد فاشتهر سيدنا إسماعيل بصدق الوعد شعيبي التوفيق سيدنا شعيب شهر بالتوفيق يوسفي العفو سيدنا يوسف كان سمته العفو اشتهر بالعفو كيف عفى عن إخوته لا تثريب عليكم محمدي الخلق سيدنا محمد أكمل الخلق وشهر بحسن خلقه إذن كلمة إسماعيلي وشعيبي يوسفي محمدي هذه أربع كلمات بينها مراعاة نظير كذلك كلمة الوعد وكلمة التوفيق وكلمة العفو وكلمة الخلق كلها يجمعها أمر واحد وهو حسن الخلق والزينة لذلك كان في هذه الفقرة أربع كلمات بينها مراعاة نظير كما بينا إسماعيلي شعيبي يوسفي كذلك الوعد التوفيق العفو الخلق الجمع بين أكثر من أربعة أمور متناسبة يعني قد تكون خمسة قد تكون أكثر يعني يجوز لنا نعم يجوز لنا مثال ذلك قول ابن رشيق أصح وأقوى ما سمعناه في الندى متن الخبر المأثور منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر عن كف الأمير تميم ابن رشيق يمدح الأمير تميم ابن المعز يقول أصح وأقوى ما سمعناه لاحظ هنا كلمة أصح وكلمة أقوى وكلمة سمعنا وكلمة خبر وكلمة مأثور وكلمة أحاديث وكلمة ترويها كل هذه الكلمات نسمعها في مجال نعم في مجال مصطلح الحديث فالحديث الصحيح والقوي وسمع سلسلة العنعانة سمعنا سمع فلان عن فلان عن فلان سمعنا والخبر والمأثور فهذه كلها من الألفاظ التي بينها نوع من التماثل والتشاكل لذلك نقول بينها مراعاة نظير كم كلمة هذه أصح أقوى سمعنا الخبر المأثور أحاديث ترويها كم سبع كلمات طيب كلمة الندى ما معنى الندى قطرات الماء السيول الماء الحياة المطر البحر مطر كف الأمير كأنها سحاب لذلك تكون داخلة فيما قلنا الندى السيول الحياة البحر كف الأمير إذن كل هذه بينها مراعاة نظير هذه خمسة إذن جمعنا بين خمسة وكذلك سبعة إذن هذا أكثر من أربعة كما بينا فيها مراعاة النظير الفرق بين الطباق ومراعاة النظير هذا أشرت إليه أبنائي في بداية حديثي عن مراعاة النظير وقلت فارق بين الطباق لأن الطباق يكون تضرد بين كلمتين ومراعاة النظير يكون تماثلا وتشاكلا تعالوا نرى إن الطباق يجمع بين كلمتين متضدتين أما مراعاة النظير فيجمع فيها بين كلمتين متناسبتين كما بينا وليس على سبيل التضد الفرق الفرق إذا ما الفرق تعالوا نرى إن المقابلة تكون بين كلمات متضد وغير متضد أما مراعاة النظير فيجمع فيها بين كلمات متناسبة فقط أنواع مراعاة النظير هل لمراعاة النظير أنواع نعم لها أنواع تعالوا نرى لمراعاة النظير نوعان الأول تشابه الأطراف والثاني هو التفويف ما معنى كل من النوعين تعالوا نرى من خلال الأمثلة أولا تشابه الأطراف عرفه البلاغيون بأنه يختم فيه الكلام بما يناسب أوله في المعنى وحد يقول ماذا تقصد يعني أنا أتيت بجملة الجملة أبنائي لها صدر ولها عجز وحد يقول ماذا تقصد صدر يعني أول الجملة وعجز يعني آخر الجملة فلو أننا ختمنا الكلام يعني الجملة الأخيرة في الكلام كانت موافقة للجملة التي بدأنا لها الكلام إذن يكون هذا هو نعم مراعاة نظير لكن من أي أنواع مراعاة النظير هذا تفويف نعم تعالوا نرى هذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيل إذن لا تدركه الأبصار إذن لا يستطيع بصل من الأبصار مهما كان قويا حادا أن يدركه ها إذن وهو اللطيف الخبير إذن طالما أنه لا تدركه إذن فيه اللطف وفيه ها معنى الخبير العظيم تعالوا إلى آية أخرى له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد بدأت ها الآية له ما في السماوات وما في الأرض واختتمت ها الغني الحميد إذن إذا كان يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما إذن هو غني عن العالمين الذي يملك كل هذا هل هو في حاجة لمخلوق من خلقه لا والله حتى طاعتهم ليس في حاجة إليها هم الذين يحتاجون إليه ولذلك الحميد أي الذي لا يحمد سواه فهو الذي يمد الخلق جميعا بالخير وبالنفع إذن ختمت الآية بالغني الحميد وبدأت به نعم له ما في السماوات وما في الأرض هل بينها مراعاة نظير طبعا بينها مراعاة نظير هذا من التفويف كما بينا قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لاحظ ما إن تعذبهم بدأت الآية بالعذاب نعم فإنهم عبادك ردت عليها لأن الله ها يحكم في عباده بما يستحقون من يستحق فيهم الرحمة وهو أدرى بهم وبخلقه فيرحمه ومن يستحق منهم العذاب فيعذبه فإنهم عبادك تعالى هنا الجملة الثانية وإن تغفر لهم ها فإنك أنت العزيز الحكيم إن تغفر لهم وهم يستحقون العقاب فلا يملك هذا إلا من لا يرد الحكم عليه وهو العزيز وهو الحكيم لذي يضع كل أمر في مكانه وفي نصابه ولا يعدل عليه أحد لذلك كان بينها مراعاة النظير نأتي إلى التفويف ماذا يقول هنا التفويف لغة التزيين والزركشة ما معنى التزيين والزركشة التزيين أي التحسين والتجميل فأنت تطلق زينة وتزركش وتزخرف في شيء أي تزيده بهاء وجمالا طيب تعال هنا استلاحا هو أن يؤتى في الكلام بمعاني متلائمة على طريقة مراعاة النظير في جمل لكن هذه الجمل فيها استواء في المقادير أو قريبة وحد يقول كيف يعني فيها نوع من التناغم الموسيقي فهذا التناغم الموسيقي الذي بين الجمل المستوية المقادير أو المتقاربة في المقادير يعطيها نوعا من الجمال زيادة على ما في مراعاة النظير من جمال مثال ذلك قول أبي العباس فوشي بلا رقم ونقش بلا يد انظر هنا الوشي والرقم والنقش واليد ودمع بلا عين وضحك بلا ثغر إذن هنا وش ورقم ونقش ويد ما رأيك في مراعاة النظير؟ نعم ودمع وعين وضحك وثغر في مراعاة النظير؟ نعم وتلاحظ أيضا زيادة على ما في مراعاة النظير هذه ما نراه من جمال موسيقي فوشي بلا رقم ونقش بلا يد ودمع بلا عين وضحك بلا ثغر إذن رأينا ما بها من جمال الموسيقي إضافة إلى ما بها من مراعاة النظير كذلك قول عن ترى إن يلحق أكرر وإن يستلحم أشدد وإن يلفوا بضنك أنزل انظر هنا إذن يلحق يعني ما معنى هكذا يعني يلحق بهم العدو يكر عليه أن يهجم وإن يستلحم أشدد أي يلتحم بهم العدو يشد على العدو إذن لاحظ هنا اللحق والكر والاستلحام وهالشدة كلها تتناسب مع أرض المعركة وإن يلفوا بضنك يعني يحاط بضنك أنزل يعني يحميهم وأنزل عن حصانه أو عن فرسه فيشتبك في أرض المعركة إذن فيها مراعاة نظير نعم فيها مراعاة نظير ومع مراعاة النظير ما فيها من جمال موسيقي حيث التقارب في الوزن أنظر إلى قول لابن زيدون ته أحتمل يخاطب محبوبته تتيه عليه يحتمل منها هذا واسططل أصبر وعز أهن ودل أخضع وقل أسمع ومر أطع انظر هنا كلها مراعاة نظير ومع ما فيها من مراعاة النظير فيها جمال موسيقي ته أحتمل واسططل أصبر وعز أهن ودل أخضع وقل أسمع ومر أطع إذن لاحظنا ما بينها من مراعاة نظير إضافة إلى ما فيها من جمال موسيقي انظر إلى قول ديك الجن أحلو ومرر من الحلاوة والمرارة وضر وانفع ولن وخش ورش وبر وانتدب للمعالي انظر هنا حلاوة ومرارة وضر ونفع وليونة وخشون وريش ووبر وانتدب للمعالي إذن بينها كما رأينا مراعاة نظير وفيها نعم فيها ما فيها من جمال موسيقي للتقارب الذي بين جملها إيهام التناسب واحد يقول ماذا تقصد بإيهام التناسب نحن أبناء نتحدث عن مراعاة النظير فهل كل كلام نراه في ظاهره مناسبا يكون فيه مراعاة نظير في بعض الأحيان ننظر إلى الكلام فنتوهم أن فيه مراعاة نظير فإذا به ليس من مراعاة نظير في شيء واحد يقول كيف ذلك أقول تعالى معي نعطيك المثال انظر إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ها يسجدان لاحظ هنا شمس وقمر ها و ونجم شمس وقمر ونجم ما رأيك لو أنا جمعت بين هذه الكلمات نعم بينها مراعاة نظير إذا كان النجم هنا هو النجم الذي نراه في السماء وحد يقول كيف وهل هناك نجم آخر إذن شمس وقمر لا خلاف أبنائي فيها مراعاة نظير لو جعلنا شمس وقمر ونجم النجم معها واردنا بكلمة النجم نجم من نجوم السماء بينها مراعاة نظير لكن لما نقول النجم والشجر ما رأيك ها والنجم والشجر ها يسجدان نقول بين الشمس والقمر وبين النجم والشجر مراعاة نظير وحد يقول نعم وحد يقول كيف أنت قلت الآن الشمس والقمر والنجم قلت لك عن نجم إذا أردت به نجم السماء فهذا يكون مع الشمس والقمر مراعاة نظير لكن لو كان النجم أبنائي هو ذلك النبات الذي ليس له ساق هناك نباتات تخرج من الأرض هذه النباتات ليس لها ساقة ها وحد يقول ما مثالها ها في أمثلة كثيرة لبعض النباتات ليس لها ساق ونرى زهورا وكأن ليست لها سيقان على الأرض تنام على الأرض هكذا أبنائي كثير من النباتات تنام على كالقثاء مثلا وكالطماطم مثلا يعني ليس لها ساق طويل ترفعه إلى الأرض إذن هناك أنواع كثيرة تنمو على الأرض هكذا هذا ما نسميه النجم إذن ليس النجم هذا هو نجم السماء إذن هل النجم هنا يكون نظيرا للشمس والقمر أم يكون نظيرا للشجر ها إذن النجم هنا أبنائي هو نظير للشجر لأن النجم نبات والشجر نبات إذن رأيت الآية الشمس والقمر والنجم لو كان النجم بمعنى نجم السماء قلنا مرعاة نظير لكن هل النجم هنا في الآية مراض به نجم السماء أقول لك لا إذن الذي بينه مرعاة نظير هو الشمس والقمر لما قرأنا الآية ظننت أن النجم هنا من نجوم السماء إذن حسبت أن هذا مرعاة نظير فهذا ما نسميه إيهام التناسب هذا ما نسميه إيهام التناسب وليس فيه تناسب بل التناسب هنا بين الشمس والقمر وبين النجم والشجر إذن عرفنا ما المراد هنا في الآية سبحان الله إذن أما الشمس والقمر بحسبان والنجم فيوحي لفظ النجم فيها أنه مناسب للشمس والقمر إلا أن المتأمل يجد خلاف ذلك فالمراد بالنجم هو النبات الذي ينجم على سطح الأرض ولا ساقله وفي ذلك إيهام التناسب وهو يلحق بمراعاة النظير في الظاهر فقط ولكن من يتأمل ذلك يدرك أنه ليس من مراعاة النظير في شيء كما وضحت وسمي بإيهام التناسب لأن ظاهره يوهم التناسب ومن يدقق النظر فيه يجده غير متناسب والآن أبنائي مع درس آخر وهو تأكيد المتح بما يشبه الذنب وحد يقول ماذا تريد من هذا العنوان تأكيد المتح أنت تؤكد متحا أقول له نعم بما يشبه الذنب أقول له نعم كيف نجمع بين الأمرين الأمر وضده المتح والذنب هذا هو جمال ذلك الموضوع تعريفه هو لون من المحسنات المعنوية أيعني التي تكسب المعنى وليس اللفظ تكسبه جمالا وهذا الجمال يستميل السامع إذن هو لون من المحسنات المعنوية التي تستميل السامع ما غرضه غرضه تأكيد المعنى بجذب الذهن وإثارة الانتباه هل له أنواع؟ نقول لك نعم له ضربان أي له نوعان الأول أن يستثنى من صفة ذنب منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها قبل أن آتي بالمثال سأقول لك مثلا صفة الذنب كالعيب إذا قلت لك لا عيب في فلان لا عيب في فلان إذن هل أنا الآن مدحته أم ذممته لما أقول لا عيب فيه إذن أنا مدحته لما أقول لك إلا لا عيب في فلان إلا ماذا ينتظر عقلك وسمعك؟ أن أقول فيه صفة متح أم أقول فيه صفة ذنب؟ لما أقول لا عيب في محمد إلا أنه طيب الخلق طيب الخلق هنا ذنب أم متح؟ هذا متح إذن أنا استثنيت هذه الصفة من ماذا؟ من صفة ذنب منفية إذن صفة متحة استثنيتها من صفة ذنب منفية هل أنا ذممت هنا أم مدحت؟ نعم مدحت وأكدت على المدح بمدحة تعال نرى هذا مثال قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ما معنى هذا؟ لا عيب فيهم ليس فيهم عيب إذن هذه صفة ذنب منفية إذن طالما أن صفة الذنب نفيت إذن تثبت صفة المتحي غير أن كلمة غير أن إذن أنت تقول استثناء إذن لما نستثني إذن سيظن السامع أنه سيسمع فيهم صفة من صفات الذنب لكنه يقول إن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب أبناء كلمة السيوف السيف له حد وهذا الحد من ضربه الأعداء وضربه في التروس التي يتلقى بها العدو الضرب يصاب ذلك السيف بما نسميه التثلم يعني حده باللغة العامية نقول تلم يعني السكينة لما بنشتغل بها كتير في المطبخ بنلاقيها تلمت الأصل في اللغة مش تلمت أصلها تثلم تثلم وهذا التثلم الكسور التي تكون في حد السكين أو في الآلة الحد نسميها فلول وكلمة فلول جمع فل إذن الفل هو الكسر الذي يصاب به حد الآلة الحاد إذن لو أن عندي بطل سيفه قد تكسر حده هذا يدل على شجاعته أم يدل على جبنه يدل على شجاعته إذن لما قال الشاعر هنا غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ما زادهم إلا مدحا لأن هذا لا يعد عيبا فيهم وإنما يعد مدحا لبطولتهم وشجاعتهم فكأنه أضاف إلى صفة الذنب المنفية صفة مدحا فأكد المدحا بما يشبه الذنب وحد يقول وما الجمال في هذا أقول الجمال هنا جمال فعله قوله مع ما توقعه السامع توقع السامع شيئا فأنا أتيت بعكسه فكان الطباق بين ما أقول وبين ما في ذهن السامع هذا الطباق وهذا الطباب والذي جعل في الكلام جمالا مثال آخر قول ابن نباتة ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا يعني لا عيب فيه إذن هنا نفى عنه صفة العيب غير أني قصدته يعني لما ذهبت ضيفا عليه ورحب بي بين أهله نسيت من كرمه أهلي وموطني فهل يكون هذا عيب ها هل يكون هذا إذا نزلت ضيفا على أحد وأنساك أهلك وموطنك هل هذا يكون عيبا فيه أم يكون ها شدة كرم إذن يكون هذا من قبيل المدح بما يشبه الذم انظر إلى قول الشاعر تعد ذنوبي عند قوم كثيرا ولا ذنب لي إذن نفى عن نفسه الذم ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل فهل العلا والفضائل تعد من الذنوب حتى يستثنيها نقول له ولكنه أراد بهذا أن يمدحه بطريقة ها كما قلنا تأكيد المدح لما يشبه الذم مثال آخر قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلام لا يسمعون فيها لغوا إذن الجنة لا يسمع فيها اللغو ولا يسمع فيها التأثيم إلا إذن لما نرى إلا سنظن أن هناك شيء قد يسمع ولكن هنا سلاما سلاما إذن أكد المدح هكذا بطريقة تشبه الذم فكان على سبيل التوكيد والجمال قوله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما نقم منهم إلا كلمة إلا نقم النقم هنا ها صفة منفية إلا أن يؤمنوا هل الإيمان بالله صفة تأخذ عليهم وهي عيب أم هي صفة متح يا لم يستطع هؤلاء أن يأخذوا عليهم عيبا إلا أن يؤمنوا وهل الإيمان بالله العزيز الحميد يعدنا العيوب بالطبع لا ولذلك هنا كان تأكيدا على المدح بطريقة تشبه الذم تأكيدا للكلام إلى هنا أبنائي وأبناتي تنتهي حلقتنا اليوم سعدت بكم شكرا لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر